موجز الأخبار من قناة حلب اليوم أهلاً ومرحباً بكم مقتلوا 23 لاجئاً سورياً معظمهم من النساء والأطفال جراء غارات إسرائيلية استهدفت مبنى في بلد تيونين بقطاع البقاع الشرقي لبنان إصابة وعدد من المدنيين في قرية المحسن لبريف مدينة جرابلوس برصاص قناصين يتبعون لقصد تجمع الحراك الثوري في إدلب يحمل الجولاني والمحام العام مسؤولية تدهور الحالة الصحية لكل معتقل الرأي في إدلب الميليشيات الإيرانية في بوكامال أجبرت عناصرها على تسليم أجهزة الاتصال اللاسلكية تحت إشراف مكتب الأمن الإيراني حيث جمعت هذه الأجهزة وأكفت في الكامل في منطقة بعيدة بالبادية مجهولون يستهدفون مركز أمن الدولة التابع لسلطة الأسد في مدينة إنخل شمال درعا بقذيفة من نوع RBG عند منتصف الليل تبعها إطلاق نار من المركز باتجاه المنازل المحيطة وفق موقع درعا 24 رئيس الاتلاف الوطني السوري هذه البحرة يقول في حديث له لوكالة رويترز إن لقاء أردوغان والأسد ممكن على الرغم من أن أنقرات تدرك تماما أن السلطة الأسد لا تستطيع في الوقت الحالي تلبية مطالبه اشتركوا في القناة